اشتركوا في القناة 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 دقيقة خلينا بس أعاقب على هاي الملاحظة هسا أنت لما كنت تدرسي مادة ترياضي كنت فاتحة البطاقة وقاعدة بتدرسي شو الألية اللي كنت تتبعيها وانت قاعدة بتدرسي يعني هسا أنا شرحت الفيديو شرحت وحضرتها كنت تحلي وأنا بحل ولا كنت تستني لعبين ما أخلص ولا كنت تعيدي السؤال مرة من ثانية ثلاثة كنت تحلي معي نفس الوقت يعني أول سؤال يعني أول في البداية كنت تفهمي إذا ما فهمت أول سؤال برجع بحل تاني سؤال حلو بعدها لما تكون بتكمل أنا كنت أكمل معك يعني أكمل أحل معك نفس الوقت عشان أتأكد وآخر إيشي بتأكد إذا جوابي نفس جوابك يعني بترتاحي برتاح إذا ما كان نفس جوابك برجع بعيد نفس السؤال عشان يعني أشوف إيش الغلط اللي هذا السؤالي حسا كثير كثير بواجهها هاي على أرض الواقع بأشوف الطلاب بحل السؤال بغلط فيه تمام اغلطت في السؤال كنت تفتشي على الغلط ولا ترجع تعيد السؤال كنت أرجع عيد السؤال مرة تانية هذا الحكي أنا طلعت روحي وأنا بحكي لكم يا جماعة الخير نصيحة لما تغلط لا تفتش على الغلط إمسك السؤال إذا بلت تفتش على الغلط تعد أكتر من لما تعيده وبرجع وبعد الآخر إيش الغلط وبغلط فيه بالوزارة نفس الغلط نصيحة لما تغلط تمام هاي سمعتوها منها نصيحة لما تغلط ارجع عيد السؤال من أول وجديد ولأنا غلطان ارجع عيد السؤال مرة ومرتين وثلاث لعبين ما إيش تجاوب الجواب الصح وإذا غلطت تمام ارجع عيد ورياضيات دايما هي عبارة عن إيش ممارسة رياضيات ممارسة يعني أنا بصراحة أنا كنت بمدرسة خاصة يعني بصراحة كنت معتمدة بالفصل الأول على المدرسة حينا تمام فطلعت عن الرياضيات أنا مش كتير مكنت من يتمكن بالفصل الأول لأنه يعني ما كان فيه كتير أسئلة كنت أحل مع الأستاذ بس يعني بصراحة ما كنت كتير حاسي حالي قوي في المادة حاسي حالي متمكني من المادة فات يعني الله يجزيها الخير صحبيتي ازدهار حكت لي عنك وبالفصل الثاني وحكيت خلينا أجرب يعني واخدت بطاقتك والحمد لله يعني كتير كتير فرقت معي بالفصل الثاني الحمد لله رب العالمين والحمد لله جبت علامة مئة وتسع و تسعين ماشاء الله من الورقة الثانية ماشاء الله مئة وتسع و تسعين حني أكبر منيك شو بدأ تجيب طيب سؤال ايش أنا بتأسأل حسا نسأل شغلي بتفيد اللي بيحضرنا حسا خلينا نحكي صحيح شو حابة تدرسي بالجامعة شو ناوية تدرسي أنا بصراحة أنا بشوف الأشياء المستقبل ما بطلع على الأشي اللي معدله عالي حي حي حابة أدخل تسويق بالأردنية إن شاء الله ماشاء الله فيعني التسويق فيه له مجالات كثير ممكن تدخل يعني تسويق رقمي تدخل تسويق عادي وممكن يعني حتى بالمتعاملات الشخصية كثير بتتغير شخصيتك يعني بتعرف تتعامل مع الناس وكيف يعني بتتواصل معهم تفكيرها رائع جدا بس أعطيك معلومة شفت الشب اللي قبل شوي اللي فوتكو هون آه هذا بشتغل تسويق هذا بشتغل يعني مع الشب راتبه بشار حذر قديه خلينا نفضح الدنيا عادي سميحني أسا راتبه قديه بشار حط الرقم رقم يعني رقم قديه راتب 500 نا 600 نا 3,000 راتبه ماشاء الله الشب الصغير هذا اللي شفت راتبه 3,000 بشار ماشاء الله فأنتي لما حكيتي أنا ببحث على إشي اللي إله مستخدم فعلا يعني زي ما تفضلت قبل شوي بتحكي لي التسويق أنت بتفتش على الشغل اللي إله مستقبل ما بتفتش على الشغل اللي معدلها عالي يعني هذا الصراحة مش حكتلكه توجيه 99% اجتهاد 1% ذكاء هيضل 1% ذكاء لا التفكير نفسه لما هي تحكي لك أنا ما بدي معدل والله بديش أنا أفوت تخصصات المعدلها عالي ما بيهمني أنا بدي التخصصات اللي إلهها المستقبل ترى التسويق صدقا تمام من القل قل قل ما تلاقي واحد فاهم مضبوط بتلاقي ناس كتير بيحكي لك بيومين ثلاث بعملك وبصوي لك خط بصدقا هو بعرف يشتغل ولا لا لا قل ما تلاقي ناس فاهمين هذا الموضوع وفا ما بالك في الناس اللي درسين هيك تخصص يعني إن شاء الله بتلاقي إبداع فيه والله يوضعك فيه يا رب إن شاء الله يا رب شو عندك نصيحة بتوجيها للطلاب حاليا حاليا حس واحد فتح اليوتيوب وشاف الحلقة شو بدن صحيق هاي من طالب لطالب اعتبار طالب خلص وطالب بلش أعطي نصيحة أنا بلشت دراسة من 16 سبعة دراسة فكنت أدرس أول بأول كل حصة بأخدها بالمدرسة بأخدها بالبطاقة يعني ما كنت معي بطاقة بصراءة بطاقات ما كنت أخد بس يعني كل حصة أخدها بالمدرسة أرجع أدرسها عطول يعني أرتاح كم من ساعة هيك أنام ساعة وأصحى أبلش دراسة حلو ما كان عندي يعني يوم الفراغ كان يوم الخميس ويوم الجمعة كله دراسة حسن كنت تريح يومين بالأسبوع يعني لما أروح يوم الخميس من المدرسة كنت أريح ليوم الجمعة اليوم الجمعة باللين يوم السبت كنت أدرس أراجع كل الأشياء اللي أخدتها يعني مش شرط أنه الطالب يدرس سبع تيام بالأسبوع أبدا نهائيا لازم يريح أكيد ما هو لو ما ريح رح يتعب صحيح يوم شغلي بخصوص الرياضية والحكي اللي كنت أحكي لكم إياه في البطاقة هلأ بالرياضيات عاطي الصراحة عاطي ذنتك ضميرك كل حصة بتدرسها مع الأستاذ ترجع تدرسها مرة تانية تدرس الأسئلة نفسها ارجع عيدها مع الأستاذ يعني ما تحكي خلص معي وقت فيش وقت بدك ترجع تعيد بدك تضلك تمارس رياضيات ممارسة إذا ما مارست يعني رح يوم الامتحان رح توكل هوا بالضبط هاي اللي بدي أحكيها بالحكي اللي كنت أحكيه بالحصص والملاحظات اللي كنت أحكيها شفتوها على أرض الواقع ولا لا؟ الصراح كنت أسمع بالامتحان كنت تسمع صوتي بالامتحان وانا أحكي لكو أعمل واحد مئة ثلاثة الملاحظات لما كنت أحكي لكو أعمل واحد اثنين ثلاث أربع عشان في ناس تسمع هذا الحكي بترداش ترد لا كنت أسمع بالامتحان وكنت أسمع الصراح الصدا هون داني الحمد لله رب العالمي الحمد لله يعني هذا فضل من ربنا أولا وبعدها يعني الواحد إذا كلي مشتهد النصيب إذا تعبت بتلاقي الحمد لله وفيش واحد يعني تاعب ما لأ أكيد طبعا طيب بتحبي توجه لهم كلمة أخيرة أو دعوة لإلك من لإلهم منك لإلهم بس يعني يعني بتمنى لكو كلكو التوفيق والنجاح ويعني عن جد أنه فرحة النجاح عن جد تستاهل يعني أدرسوا عن جد أنا ما بقدرش كيف أوصف لكم الفرحة بس أدرس أحلى فرحة في العالم كلها يعني عن جد الشغلة بتستاهل وما تيجوا ما تراكموا وما تحكوا بعدين وبعدين كله يعني كله يعني كله بوقته كل شيء بوقته كل شيء رح يجي وحتى التعب نهاية السنة هذا كله بيروح يعني نهاية كل التعب وكل اللي عملته هذا إن شاء الله الشهر قبل الوزارة كنت كثير متوترة وكل كنت أدرس يعني عن جد كنت أتعب بس بعديها عن جد بعد الفرحة نسيت كل التعب كله كله بنجا أكيد بالنهاية بظل النتيجة واللي عملتي وفعلا شغلت هذا الأنا يعني مع طلاب صدقا تمام وطلاب كمان درستهم معدلاتهم هليني أحكي سبعين اتنين سبعين تلاتة سبعين بحكي لي أقسم بالله يا أستاذ إني كنت أتندم إني ما كنت أرد علي وأحيانا بتلاقوني بطلع ببهدل يا ما بجوز سمعتوا بهادل مني كنت أطلع بهدل وأحكي لهم يا جماعة الخير الموضوع واحد اتنين ثلاثة وأحيان كنت أسمسم عليهم أحكي لهم تعمل شيك تعمل شيك هذا الحقي أنا مش مستفيد منه بس هذا الحقي لعله وعصى يمكن واحد اتنين ثلاثة إنهم يستفيدوا منه استفدت بالله عليك من الحقي اللي كنت أطلع أحكيه والبهادل الشغلات هاي أكيد والريلزات كلهم يعني كنت أحضر ريلزات مرات مرات وقت الامتحان قبل الامتحان الوزاري مرة أحضرت ريلز يعني عن جد أنقذني بالامتحان الامتحان يوم الثاني يعني يضبط فيه عشان ريل عشان الله بس بقول لك يعني أنا لما أطلع أحكي هذا الحقيقة أنا مش مستفيد منه النهائية تمام بس بحكي لعله وعسى إنه خليني أحكي لو حتى عشرة بالمئة لو حتى طالب واحد ممكن يستفيد منه أكيد فبالنهاية الله يوفقكم يا رب وينجحكم وإن شاء الله يا رب جيل 2007 جيل 2008 مين مكان بيحضرنا قاعد يحضر الله يوفقكم يا رب وإن شاء الله نشوفكم بأعلى المراتب وأعلى المعدلات وإن شاء الله نجيب معدل زي ملاك أمين وأعلى إن شاء الله الله يوفقكم السلام عليكم